حد النهاردة النجمة نادية جندي ترند في كل حاجة تنزل صورة الناس تحكي وتتحكي بجمالها تكتب حاجة الناس تتكلم عليها بتحسي بإيه لما بتفضلي طول الوقت لو عملتي حاجة تجغلي ناس بحس إن جمهوري بيحبني ومتتبعني ومشتقلي وبيشجعني أحساس جميل قوي بتعملي إيه لما يفضلوا يمسكوا صوارك ويحسدوكي على جمالك يقولولك نادية جندي بتصغر ما بتكبرش والله وبرضو يعني الحمد لله ده من عند ربنا يعني صدقين يعني ده شيء جميل بس يعني أنا أنت عايزة تقولي يعني بخاف من حسد وكده يعني لا لا لأن جمهوري بيحبني مش هيحسدني الخلطة السرية إيه بتصغري ما بتكبرش الخلطة السرية حب الجمهور أما بتحسي إن جمهورك بيحبك وبشجعك ومقدر تعبك ومجهودك ومسرتك الفنية ومقدر كفاحك وتعبك وإصرارك عن نجاح ده بيديكي طاقة إيجابية جميلة بتطلع بقى على وشك وعلى مودك وعلى حسيسك لما أنا على طول بطلع في شكل حلو أبهى صورة بالضبط فأنا كده بيحترم جمهوري كمان أنا كل حياتي بقعد أركز إيه الجديد اللي أقدمه للناس حتى لو غبت فترة طويلة عن الجمهور ببعرفة إن مكاني موجود وجمهور منتظرني ما بيهمنيش يا ياسمين إن أنا أتواجد كل سنة لأ دي مش حساباتي يعني أتواجد وخلاص أبقى متواجدة على الساحة لأ لو قعدت تلقى السنين ما شغلش بس يوم ما أنزل بعمل يبقى لازم يكون العمل ده عمل له قيمة عمل بيقول حاجة عمل هادف عمل فيه فيه مرال فيه معنى بيقدم حاجة جديدة فيه تجديد كمان يعني أصلا عملت كل الأدوار وكل الألوان اللي ممكن تتخيلها أكيد وبلا شك اتعرض عليك أعمال في رمضان ده وأكيد رفضتها أكيد رفضت ليه بصراحة ما بقاش فيه كتاب يعني تقال زي زمان بيعملوا مواضيع تقيلة دولتي فيه استسهال يعني بصة لقي موضوع يعني نجح مثلا طب أنت بتقلده ليه؟ لأن ما تقلده ما حيفشل وبعدين تبصي تلاقي الكاتب كاتب أربع خمس حلقات ده بكتير أبصي أقول له مثلا إيه طب أنت كتبت كم حلقة من العمل ده يقول لي كاتبين خمس حلقات قال لا طب والباقي يقول لي لا معلش ما إحنا وإحنا بنصور إن شاء الله حنكتب الباقي لا ما نفعش الكلام ده ما تشتغليه بالطريقة دي يا ياسمين أنا أعمالي كان السيناريو يكتب أربع خمس ست مرات يعني مع كتاب كبار زي مثلا مصطفى محرم زي بشير ديك زي وحيد حامد السيناريو يتعاد أربع خمس ست مرات ترجمة نانسي قنقر